يلعب راشد ووليد بقرص دائري في ساحة المدرسة يدفع كل منهما القرص الدائري بعصى نحو الآخر إذا دفع راشد القرص بالعصى في اتجاه وليد بقوة مقدارها 4 نيوتن N مسافة 5 أمتار السؤال هو ما مقدار الشغل W الذي يبذله راشد لتمرير القرص إلى وليد؟ المسألة بسيطة يمكن حلها مباشرة بتطبيق قانون الشغل لكن في درس اليوم سأريكم طريقة أخرى تفيدكم في حل المسائل الأكثر صعوبة تخيلوا معي ما يحدث فعليا في هذه الحالة تؤثر قوة مقدارها 4 نيوتن على مسافة 5 أمتار كاملة عند دفع القرص نحو اليمين حيث يقف وليد بالتمثيل البياني للقوة المبذولة على القرص باعتبارها دال للإزاحة سيبدو المنحنى بهذه الصورة تحرك القرص من نقطة الصفر مسافة 5 أمتار إلى اليمين بتأثير قوة ثابتة مقدارها 4 نيوتن يمثل هذا الخط المستقيم أفقيا القوة امتداد الخط أفقيا يعني أن القوة مقدارها ثابت ما الفائدة من رسم المنحنى؟ انظروا قانون الشغل الشغل ورمزه W يساوي القوة المبذولة في اتجاه الحركة ورمزها F ضرب الإزاحة ورمزها D أو القوة الكلية ضرب الإزاحة ضرب جيب تمام الزاوية أي كساين فيتا تذكروا أن جيب التمام هنا يشير إلى القوة التي تعمل في اتجاه الحركة أو مركبة القوة التي تعمل في اتجاه الحركة لكن في هذا المثال القوة تعمل في اتجاه حركة القرص فقط لذا لا داعي لجيب تمام الزاوية هنا بمعنى آخر الزاوية هنا تساوي صفرا وجيب تمام الصفر يساوي واحد واحد ضرب أي مقدار يساوي المقدار نفسه لذا عندما تكون القوة في اتجاه حركة الجسم لا داعي لكتابة جيب تمام الزاوية يمكن حساب الشغل ويساوي أربع نيوتن ضرب الإزاحة الكلية وهي خمسة أمتار وتساوي الشغل المبذول على القرص وهو موجب عشرين جول جي هنا رمز وحدة الشغل لاحظوا أن حاصل ضرب أربع نيوتن في خمسة أمتار هو مساحة المستطيل في الرسم البياني هذا الخط المستقيم لمنحن القوة يشكل مستطيلاً في القانون أربع نيوتن وهي ارتفاع المستطيل ورمزه اتش ضرب خمسة أمتار وهي عرض المستطيل ورمزه دابليو والارتفاع ضرب العرض هو قانون مساحة المستطيل إذن عندما تكون القوة ثابتة يمكن حساب الشغل المبذول بتطبيق قانون الشغل أو بحساب المساحة أسفل منحنة القوة والإزاحة أي من هذا الخط الذي يمثل القوة وصولاً إلى محور السينات هذه المساحة تساوي الشغل المبذول لماذا يجب حساب مساحة المنحنة بينما هناك قانون مباشر لحساب الشغل؟ ما الفائدة من معرفة أن الشغل يساوي المساحة تحت منحنة القوة والإزاحة؟ في هذا المثال من السهل حساب الشغل بتطبيق القانون وتعويض قيم القوة والإزاحة من المعطيات لكن ماذا لو كانت القوة غير ثابتة؟ ماذا لو كانت القوة متغيرة؟ كيف يمكن حساب مقدار القوة الذي يجب تعويضه في المعادلة عندما تكون قيمتها متغيرة؟ لحساب قوة متغيرة يجب استخدام مهارات رياضية متقدمة مثل التفاضل أو اتباع طريقة أسهل وهي المساحة تحت المنحنة فالمساحة تحت المنحنة تساوي الشغل لأي قوة مبذولة سواء كانت ثابتة أو متغيرة لكن ما معنى قوة متغيرة؟ بمعنى آخر أن القوة 4 نيوتن لم تؤثر على القرص مسافة 5 أمتار في البداية دفع راشد القرص بقوة مقدارها 4 نيوتن وواصل دفعها بقوة أقل أي أن القوة كانت تضعف شيئاً فشيئاً حتى أصبحت تساوي صفر نيوتن وصلت إلى الصفر عندما وصلت إلى المحور السيني وقطع القرص مسافة 5 أمتار هل يمكن أن يقطع القرص مسافة 5 أمتار عند دفعه بقوة متناقصة؟ نعم، ولكنه يحتاج إلى وقت أطول لقطع مسافة 5 أمتار ما مقدار الشغل الذي بذلته القوة هنا؟ من المثال السابق تعلمتم أن الشغل يساوي المساحة تحت منحن القوة والإزاحة لكن تذكروا، في المثال السابق عندما كانت القوة التي تبذل الشغل ثابتة كان الشغل يساوي المساحة تحت المنحنة هل هذا ينطبق أيضاً على المساحة تحت منحنة قوة غير ثابتة؟ هذا ما أثبته علماء الفيزياء والرياضيات عندما تكون القوة ثابتة فإن المساحة تحت المنحنة تساوي الشغل إذا كانت القوة لا تتناقص ودفع راشد القرص بقوة ثابتة وإزاحة مسافة قصيرة مثلاً، عند البداية دفع بقوة مقدارها 4 نيوتن فتحرك القرص مسافة 10 سنتيمترات فقط ثم دفع بقوة أقل مقدارها 3.9 نيوتن فتحرك القرص 10 سنتيمترات أخرى إذا وصل راشد فعل ذلك فدفع القرص بقوة أقل لمسافة قصيرة ثم دفعه مرة أخرى بقوة أقل وهكذا، فإن الشغل المبذول في هذه المستطيلات يساوي مجموع مساحة هذه المستطيلات في كل مستطيل كانت القوة ثابتة والشغل المبذول لقوة ثابتة يساوي المساحة تحت المنحنة فإذا جبعتم مساحة هذه المستطيلات تجدون الشغل المبذول خلال هذه العملية إذا كانت هذه المستطيلات متناهية الصغر فإن مجموعها يساوي المساحة الكلية لهذا المثلث إذن مساحة هذا المثلث تساوي مجموع مساحة هذه المستطيلات فإذا دفع راشد بقوة أربعة نيوتن لمسافة مليمتر واحد مثلا ثم دفع القرص مليمترا آخر بقوة ثلاثة فاصلة تسعة وتسعين نيوتن ثم مليمترا آخر بقوة ثلاثة فاصلة ثمانية وتسعين نيوتن أي أن قوة الدفع تتناقص شيئا فشيئا حتى النهاية ولا تنسوا أن مساحة هذه المستطيلات تساوي الشغل المبذول وهي مساحة هذا المثلث لكن ماذا عن هذه الزوايا التي تخرج عن حدود المثلث؟ هذه الزوايا تعني أن مجموعة مساحة المستطيلات أكبر من مساحة المثلث ولاحظوا أيضا هذه المثلثات الصغيرة هنا التي تمتد على طول الخط المستقيم وبالتالي تنقص من مساحة المثلث هل يعني هذا أن المساحات غير متساوية؟ إذا جعلتم هذه المستطيلات متناهية الصغر فإن الخطأ الحسابي الناتج عن أطراف المستطيلات الخارجة عن المنحنة وتلك التي تنخفض عنه تصبح متناهية الصغر أي أن الخطأ يصبح متناهي الصغر أيضا وبهذا فإن مساحة جميع هذه المستطيلات متناهية الصغر تساوي مساحة هذا المثلث بالضبط وهذا يعني أن المساحة تحت أي منحنة لعلاقة القوة بالإزاحة بغض النظر عن شكل المنحنة يمكن حسابها باستخدام مستطيلات متناهية الصغر تمثل المساحة تحت المنحنة إذن المساحة تحت أي منحنة للقوة والإزاحة يساوي الشغل الذي بذلته القوة وهذه طريقة مناسبة لحساب الشغل عندما تكون القوة غير ثابتة لأن قانون الشغل يساوي FD-ثاين فيتا يمكن تطبيقه إذا كانت القوة ثابتة لكن إذا كانت القوة غير ثابتة فهذا غير ممكن لذا إذا كانت القوة غير ثابتة يمكن حساب المساحة تحت منحنة القوة والإزاحة لحساب الشغل المبذول في هذا المثال إذا دفع راشد القرص بقوة 4 نيوتن ثم قلل من قوة الدفع حتى بلغت صفر وتحرك القرص مسافة 5 أمتار فما مقدار الشغل المبذول؟ لحساب الشغل يجب حساب المساحة تحت منحنة القوة والإزاحة التي تأخذ شكل المثلث هنا ببساطة بتطبيق قانون مساحة المثلث مساحة المثلث في هذا المنحنة تساوي نصف القاعدة ورمزها ب ضرب الارتفاع H وتساوي نصف ضرب القاعدة وهي 5 لأن هذه المسافة تساوي 5 أمتار ضرب ارتفاع المثلث وهو 4 نيوتن نصف ضرب 5 ضرب 4 يساوي موجب 10 جول وهو مقدار الشغل الذي بذلته القوة المتناقصة وهذه ميزة استخدام هذه الطريقة لأن التمثيل البياني للعلاقة بين القوة والإزاحة ينتج عنه منحنة وسواء كانت المساحة تحت المنحنة لمستطيل أو مثلث أو أي شكل آخر يمكنكم حساب الشغل المبذول دون الحاجة إلى معرفة مهارات رياضية متقدمة مثل التفاضل ولا داعي لتقسيم المساحة إلى مستطيلات متناهية الصغر كما فعلنا هنا لإثبات العلاقة بين المساحة والشغل ارسم التمثيل البياني للعلاقة بين القوة والإزاحة فقط كما يجب أن تنتبه إلى أمر آخر عندما نقول أن المساحة تحت المنحنة تساوي الشغل المبذول فهذا يعني أن المساحة ما بين الخط الذي يمثل القوة حتى المحور السيني وهذا واضح في هذا المثال لكن قد يختلط الأمر في حالات أخرى مثل هذه لاحظوا أن القوة تبدأ من الأسفل فإذا دفع راشد القرص نحو اليسار بدلاً من اليمين ثم تذكر أن وليد يقف في الجهة اليمنى فبدأ بدفع القرص نحو اليمين في البداية كانت القوة سالبة ثم أصبحت موجبة ما مقدار الشغل الكلي المبذول في هذه الحالة؟ من التمثيل البياني فإن الشغل المبذول يساوي المساحة تحت المنحنة وماذا عن هذه المنطقة؟ أين المساحة تحت المنحنة؟ هل هي هذه المساحة أسفل الخط هنا؟ يصعب حساب المساحة أسفل الخط لأن المساحة هنا لا نهائية وبالطبع لم يبذل راشد شغلاً لا نهائياً على القرص المساحة تحت المنحنة هي هذه المساحة المحصورة هنا ولها قيمة محددة تبدأ من هذا الخط الذي يمثل القوة وتنتهي عند المحور السيني هذه هي المساحة المطلوبة أما في الأعلى فالمساحة تحت المنحنة ابتداء من هذا الخط الذي يمثل القوة انتهاءاً بالمحور السيني أي كل هذه المساحة هذا مثلثان مساحة هذا المثلث تساوي نصف القاعدة في الارتفاع وتساوي نصف ضرب القاعدة أي هذه المسافة وهي متر واحد ضرب الارتفاع لاحظوا أن الارتفاع هنا سالب ويساوي سالب اثنان نيوتن يعني هذا أن المساحة هنا سالبة أي أن الشغل المبذول على القرص سالب في هذه الفترة الزمنية ويساوي سالب واحد جول عندما دفع راشد القرص مسافة متر واحد بذل شغلاً سالباً لحساب هذا الجزء من الشغل يجب حساب المساحة تحت المنحنة وهذا أيضاً مثلث مساحته تساوي نصف القاعدة في الارتفاع هذه نصف ضرب القاعدة انتبهوا القاعدة لا تساوي ثلاثة بل اثنان لأن الخط يبدأ من الواحد وينتهي عند الثلاثة متران ضرب الارتفاع ويساوي أربعة نيوتن هذه ضرب أربعة نيوتن وتساوي أربعة جول إذن الشغل المبذول هو موجب أربعة جول هنا وسالب واحد جول هنا الشغل الكل المبذول لإزاحة القرص مسافة ثلاثة أمتار يساوي أربعة جول ناقص واحد جول ويساوي موجب ثلاثة جول نعيد سريعا ما تعلمناه في درس اليوم إذا كانت القوة ثابتة طبقوا قانون الشغل وهو القوة في الإزاحة في جيب تمام الزاوية أو احسبوا الشغل بحساب المساحة تحت منحنى القوة والإزاحة وتذكروا أن هذا المنحنى يفيدكم كثيرا إذا كانت القوة متغيرة ولا يمكنكم استخدام هذه المعادلة إذا كانت المساحة تحت المنحنى لإحدى الأشكال الهندسية التي تعرفونها يمكن حساب الشغل بتطبيق قوانين المساحة المناسبة للمساحة تحت منحنى القوة والإزاحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر